ما يتعلق بالتفجيرات التي شهدتها تونس اليوم أولاً لابد من تأكيد الإدانة لتفجيرات إرهابية والرفض المطلق لها والتعبير على التضامن مع الشعب التونسي فيما يتعلق ببلدنا هذا الأسبوع المصالح الأمنية أعلنت عن تفكيك خلية وهو مصار متخذ هناك استراتيجية وطنية مبنية على التعاطي الاستباقي مع أي خطر إرهابي محتمل والتصدي له في حينه والحمد لله كفاءة أجهزة الأمن في بلدنا مشهود لها وأبانت عن فعالية معتبرة إلى جانب باقي البرامج المتخذة في بلدنا على مستوى تصدي لظاهرة الإرهاب